اشتركوا في القناة بمحاذاة الحجر الاسود يشير اليه اشارة ويتلو ويقرأ الدعاء هو مستحب ان تتلمس الحجر الاسود لكن اذا زحمه وخبصه انت لازم تنشغل بالطواف وبالعبادة مو انه تنشغل بانه تسوي هوس وتدافع صراخ وعويل وما الى ذلك حتى تلمس الحجر الاسود هذا مو معمور به المعمور بها ان يكون اليك حالة من القضوع والتخشع والتوجه الى الله سبحانه وتعالى التزاحم والتقاتل على لمس الحجر الاسود هذا يخالف الاحترام والخشوع المطلوب في حالة الطواف وفي المساء الحرام لكن كثير من الناس لا يلتفتون الى هذا الامر المهم عنده ان يصل الى الحجر الاسود ولو بأي ثمن وبين قوسين نذكر هكذا في الاضرحة المباركة مستحب واحد يلمس الظريح ويقبل الظريح كما في مجموعة من الروايات لكن البعض شنو يتقاتل للوصول الى الظريح البعض يجي عندما يمسك الظريح لا يفارقه مع ان الانصاف يقتضي انه يطي مجال الاخرين انت لمست الظريح وقبلت اطي مجال الاخرين تريد تدعو تريد تتكلم مع الامام من بعد وبالضرورة الا تكون انت لامس الظريح وماسك بالظريح حتى الامام يسمعك لا الامام يسمع للناس لان الله سبحانه وتعالى اعطاه هذا الامر سواء كان بلاسقا للظريح او بعيد عن الظريح بمتر او متريا او ثلاث امتار او حتى في بلد اخر اصلا يتقاتلون على الظريح وهذا خلاف احترام الامام انت في محظر الامام بعض الاحيان يشوف صياح وهوس ما يخالف الخشوع في ذلك موسيقى 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 موسيقى